احتمال انهيار وشيك للاقتصاد التونسي إذا لم يتم التعجير بالاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قسط قرض بنحو ملياري دولار تحذيرات أطلقت بشكل متزامن من الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدها معارضون دليلا على عجز سلطات الرئيس سعيد على إدارة الشأن الاقتصادي نرى الضوء الأحمر أنه الآن في تونس وصلتم إلى مستوى لم نتعود عليه ولم تكن تبشر به الثورة التونسية كانت تبشر بعكسه وكنا نستخدمها كمثال ونموذج في بلدان الأخرى هذا هو منطق الاتحاد الأوروبي وأيضا منطق الشركاء الآخرين بمن فيهم الولايات المتحدة وهي ليس في الاتحاد الأوروبي طبعا فكل هؤلاء جميعا منشغلون على أوضاع الحريات المتدهورة الانتقادات الخارجية للسلطات التونسية شملت أيضا التعبير عن القلق من وضع حريات والديمقراطية بالتزامن مع اعتقال عدد من المعارضين بتهم التآمر على أمن الدولة نرفض من يتدخل في سؤوننا مرة أخرى انتقادات واجهتها سلطات الرئيس سعيد والداعمون لها بالتأكيد على رفض تدخلات الخارجية في الشأن الداخلي هذا يكون يندرج في إطار الاستقواء على تونس في إطار الضغط على تونس لأن المسارة الخمسة الجولية ضرب مصالحهم ومصالحهم كانت متعلقة وفي علاقة مع طبقة السياسية التي كانت تحكم تونس في تيرة العشرية السوداء الجار الجزائري انخرط بدوره في التعليق على تطورات الوضع في تونس بقول الرئيس عبد المجيد تبون إن تونس ستتعرض إلى مؤامرة وإن الجزائر ستقف إلى جانبها مواقف خارجية مختلفة تتقاطع وفق مراقبين في التحذير من وضع اقتصادي مأزوم وتصدم بتجاهل السلطات التونسية لها الاتحاد الأوروبي ليعتبر شركة الاقتصادي الأول في تونس أيضاً الولايات المتحدة من بين الشركاء التاريخيين لتونس منذ الاستقلال برشة الدول العربية المجاورة لنا نعرف كما الجزائر وأيضاً ليبيا يعني تونس ما هيش عايشة في محيطة الإقليمية ومحيطة العالمية أكيد يعني يلزم نخذ بعين الاعتبار كل هذه المواقف انتقادات خارجية يقابلها تمسك من السلطات برفض التدخلات الخارجية وضع دفع معارضين للرئيس سعيد إلى رسم صورة قاتمة عن مستقبل الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد رسائل القلق التي عبرت عنها كبرى القوى الغربية فيما يتعلق بتطورات الوضع الاقتصادي والسياسي في تونس قوبلت برد وحيد من قبل سلطات الرئيس قيس سعيد وهو تعبير عن رفض التدخل الخارجية تطورات يقول مراقبون أنها ستؤبد الأزمة في البلاد في ظل تحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك توفيق عيشي الحرة تونس